مرحبا يا جماعة كيفكن قبل ما نبلش خلونا نذكر الله بسم الله والحمد لله طيب يا جماعة اليوم الفيديو طبعنا شوي غير عن العادة لانو انا عم بصور التلفون ما حبي يطلع لي صوتي يعني ما بعرف ليش المهم انا اضطريت بعد ما اخلص التصوير عمل مونتاج وسجلكم صوتي اليوم الفيديو طبعنا ابيض متل قلوبكن ليش بدنا نعمل اللبن متل ما شفتوا هلا بلشت تبين عندكم الصورة نحنا اليوم عم نعمل اللبن ولبنة لشو بدنا للبن واللبنة بدنا اول شي خمسة ليس الحليب انا حطيتهم على النار هون يا جماعة عبحركهم وبدنا نخليهم يغلو لتتروح البكتيريا اللي بقى بالحليب بتعرفوا انت الحليب الطازة بكون في قلبه بكتيريا فهون بنخليه للحليب على النار تيغلي معنا مزبوط وبدنا نفوضو بس اكيد ما تعملوا اطبعنا عم اللي تفورتو عالغاز اوكي بنخليه تيفور على النار تنقطر البكتيريا اللي بقلبه من بعدها نتركو شوي او كتير تيفطر معنا هلا بعرف بدكن تنطروا تقريبا شي ربع ساعة فمش هنطركن ربع ساعة على الفيديو رح ارجع لكم وقتا يفطروا معنا الحليب وعلمكم كيف تعرفوا انه فتر الحليب طيب يا جماعة هون من بعد ما خلينا الحليب يفتر معنا كيف بدكن تعرفوا ان الحليب فتر بعرف الاغلبية ما عنده اهم ميزان حرارة تغيسوا فيها الحليب هو عندكن اه تقريبا بدكن تكون حرارة بين 65 وال70 درجة الحليب تترى تستعملو تعملو لبن بس بما انه 3 اباعكم ما عنده ميزان حرارة بالبيت فانا اليوم احطيقوا الطريقة البدايية اللي كانوا ستة وجدة يعملوها بتفوتوا رسبوكم متما انا عمباند بالفيديو بتبرموا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احد عشر وقت هاتوا صورة احد عشر اذا ما احترقتوا وكان بعضو الحليب سخن عقيدكن يعني الحليب صار جاهز للترويب هلأ تنضوي بالحليب نحن بحاجة لكباية لبن اه بدنا لبن تنحوي الحليب لبن منحطة شوي وشوي فوقن هدا انا هوني شلت شوي من الحليب السخن فوق اللبن المسقع تنقصد حرارة اللبن ونرجع من نزلة مع الحليبات شوي وشوي تياخدوا بعضهم متل ما عم تشوفوا بالفيديو هلأ احنا هوني ايش عم نعمله عم نكتر البكتيريا طبع اللبن بقلب الحليب تنحوله ل لبن نحكي اكتر بالنهاية خلوكم مع الاخر الفيديو نشتح اكتر شو صاري المعنى هوني هلأ من بعد ما اه شلنا الكباية عجناب من نغطي نحرك شوي للحليب ونغطي التنجرة نغطيها بالغطا طبعا يعني بالغطاها وبنرجع من بعد ما نغطيها بغطاها بنا نلفها شو كيف يعني نلفها من نلفها بشقفة بقماشي بمنشفة اهم شي هون ان كنت داركم محافظين على الحرارة طبعا لما تلعب الحرارة كتير على الحليب ويفسط معكم اللبن انا اليوم مستعمل منشفة لفيت فيها التنجرة قلت لكم الهدف الاساسي ان نحافظ على الحماوة او على حرارة اللبن يضلوا معنا لأطول الوقت ممكن ع نفس الحرارة هلا من بعد ما نغطيها بنا نتركها تقريبا من ستة اثمان ساعات هون شو الفرق بين ستة وثمان ساعات الفرق شغلي واحدة بس انه اذا بتحبوا اللبن انتو فيه شرش حمودة زيادة بتركوه اكتر مغطى بيعطيكم هادي الشرش الحمودة كل ما شلتوه ابكر كل ما كان اللبن حلو معكم ما فيه شرش الحمودة انا هون تركوه تقريبا ستة ساعات ويلا هلأ بروشعلكم الفيديو طبعا اليوم طويل يعني هلا ستة ساعات اه قطعنا فيهم اللبن من بعد ستة ساعات فوتنا اللبن على البذرة طيب يسقي معنا المزبوط وهلا صار فينا نشتغل فيه لنعمل شي اسمه لبنة بس قبل ما نعمل اللبنة نحنا هون بحاجة انه نشيل شي اسمه روبة لشو الروبة الروبة اذا بتتذكروا انا شو حطيت لها الحليب كباية لبن هيدا الكباية اللبن انا اخدها من طبخة لبن قديمة عندي بخليها بالبذرة وقتها بده اعمل لبن عن جديد استعمله سنحنا هون بنا ناخد هلا عن الوجه من اش بمعلقة عن الوجه لبن ونحطهم بالبذرة هيدولة تايدال عنا اه خميرة اذا بدكم تسموها لطبخة جديدة هيك تايدال عنا ريزارف يعني فيكم تعملو اه مرة تانية اللبن هون انا عمشيل الروبة من اللبن والله اللبنات طالعين اشطى ع سماكتهم من بعد ما شلنا الروبة يا جماعة من حلقة شوي زغيرة للبن انا شلت الروبة عن الوجه لما بدنا الوجه هلا بدنا نعمل اللبنة بدنا نحنا بحاجة لجات ومصفية فوق الجات ومين منا ما بيعرف كيس اللبنة هيدا هو كيس اللبنة يا جماعة انا هون خيطه عند الخياط لعنو انا شف مطبخ ما بعرف خيط فهيدا الكيس خيطني عند الخياط وجبنيه مع شريطة نربته الى اخره خياط بيعرف كيف يزبطلونيه رح نستعمله اه مش مكبره هون كتير للكيس يعني هيك بيتوت الكيس ما عم بعمل 20-30 كيلو لبنة حتى الكمية اللبنة اللي طلعت معنا مش هحطها كلها بالكيس رح اعمل قد ما بدي هلا مننزل اللبن بالكيس متل ما شايفين بالفيديو شور الهدف ان نحطه بالكيس للبن اه فيه مصل اللبن اللي بيعرفش يعني مصل اللبن هلا بعد شراب تشوفوا شو هو مصل اللبن نحنا بنستخرج مصل اللبن من اللبن هنقدر نعمل اللبنة او بمعنى تانى نحنا بننشف اللبن ترى يصير معنى لبنة اوكي من بعد بنحطهم بالكيس بنحطهم بالبردات تقريبا 12 ل 24 ساعة هده حسب كل واحد قداش هو بيحب اللبنة جديدة ازا بتحبها رخوة بتشيرها بالا 24 ساعة ازا بتحبها كتير جديدة بتحطي اخر لي 24 ساعة الفيديو طبعا اليوم بياخد معكم تقريبا شي يومين تيخلص بس بس ما تخافهم مش هادرككم يومين عم تحضروا عبقطش منو عرض ما فيي هلا حتى هنا اللبنات رح نزيد فوقهم تقريبا ربع معلقة ملح او نصف معلقة ملح خشن هوني كمعنا الملح كل واحد هو هداش بيحب اللبنة مالحة او حلوة انا بتعرفوني ما بكتر كتير ملح اندي بالبيت فانا حطيت تقريبا نصف معلقة ملح بنرجع منسكر الكيس ومنحطه بالبردات اوه تركتو تقريبا 12 ساعة بالبردات اليوم بالفيديو كتير عم بغيب عنكم يلا انا اصلي تقريبا 24 ساعة احطتوهم بالبردات هلا اذا بتلاحظو تحت في شي عم بيتحرك مثل المي هلا رح اشلكم المصفية تتشوفوهن اوكي شفتو هادون الميات هاد المي هي مصل اللبن مصل اللبن انا هون رح كبو اه بس مش هادي الكمية كلها هادي فضينا اول فوج كان فول الجاطل تحت المصفية وهادي تاني فوج يعني طالع نصة وعلى هون بتشوفو اللبن كيف طالع معي بالكيس اس اس ميكي قلتلكم انتو فيكن ترخوها متل ما بدكن حسب اداش تتركوها بالبردات بعد بالكيس هلا بالزمنات ايام ستة وجدة بالضايعة كانوا علقوا الكيس على المجلة يونترو بس هون انا حطيتو بالبردات تتظلم ساعة نحنا ببيروت مش بالضايعة بالضايعة في عندكن طاق صغير ببيروت في شوب هون رح ازكم اللبن قدامكن فاجيكم كيف كيف تفتحوا وكيف تلفوا الصحن اوكي ويلا خلوكم معي بتاني احكي اكتر شو عملنا اليوم وتشوفو البلان نهائي او الصحن النهائي كيف طالع معنا وبعد ما حطينا شوية نعنا عيبس عالديد وشوية نعنا عيبس عالنص رح نزيت فرق وشوية زيت زيت زيتون رح فرجيكم شو عاملين بالبلان النهائي او الصحن النهائي هون حطيت لكم شوية لبن وشوية لبنة بقت بالصحن شوية زيت الخشبة تماني يطلع برقه كله ابيض اعطونا رأيكم بها الصحن ما تنسوا لايك وتشير وكومنت للفيديو واللي مش عامل سبسكرايب يعملنا سبسكرايب يلا طيب يا حبي القلب ملخص مفيد للي عملنا اليوم نحنا اليوم عملنا لبن ولبنة جبنا الحليب غليناه على النار فورناه حتي ينايله من بعد ما فتر حتي ينايله كبيت لبن ذوبة اوكي بهدي العملية نحنا عم نحول الحليب للبن في عملية اكسدة بتصير هيدا قصة طويلة مش هفروضكم فيها المهم حولناه للبن من بعد ما حولناه للبن سفريناه من المصل اللبن اللي فيه من الميته يعني تعملنا لبنة وكانت النتيجة متل ما شفتوا اخر شي معنا حطونا بالكومنتات شو رايكم بهالفيديو وما تنسوا تعلمونا لايك للفيديو وكومنت هيدا كان كيشي لليوم نشوفكم فيديو جديد باي